وقف المكتب التنفيذي بمحافظة أبيان في اجتماعه الذي عقده بديوان المحافظة برئاسة محافظ محافظة أبيان لوابو بكر حسين سالم وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد وقف أمام تقارير مؤسسة كهرباء أبيان ومكتب التعليم الفني وفرع وزارة الزراعة والري ومكتب الضرائب والصحة والسكان والصناعة والتجارة والمصائد السمكية والنقل والأوقاف والخدمة المدنية والاتصالات وعدد التقارير الأخرى وخلال اللقاء أكد المحافظ على استنهاض الطاقات في ظل الظروف الاستثنائية التي تتطلب جهودا كبيرة لتفعيل عمل ونشاط المكاتب في كافة المجالات وشدد المحافظة على رفع الموارد المالية والإيرادات في مركز المحافظة والمديريات وأن تضاعف السلطات المحلية في المديريات من نشاطها التنفيذي والإداري وأن تقيم نشاط المكاتب ووجه المحافظ مكتب الخدمة المدنية بالانضباط الوظيفي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ودعا جميع فروع الوزارات والمكاتب أن تقيم نشاطها بشكل دوري وترفع من مستوى العاملين في جميع الإدارات والأقسام